نوحا وأحمد زوجين جوداد وربنا ما أكرمهمش بالخلفة فقرروا بعد خمس سنين انتظار أنهم يتبنوا طفل اسمه مازن من الملجأ بس اللي ما يعرفوش بقى أن مازن ده كان أبوه قاتل متسلسل وقتل ثمان ستات قبل كده لكن نوحا وأحمد ربه مازن في ظروف كويسة جدا وعلمه كويس جدا هل هنا فيه خطورة أن مازن يرتكب جريمة في المستقبل؟ هل الجينات الإجرامية متأصلة في الـ ADN بتاع مازن؟ في الحقيقة أصحاب المدرسة التكوينية بيقولوا آه مهما أحمد نوحا عملوا مازن حيبقى مجرم أو على الأقل هيكون عنده ميول شديدة للإجرام المجرم مجرم بالوراثة ومن أخطاب تلك المدرسة لومبروزو اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده ومنهم أيضا ديتوليو واللي كان إطاري برضه وتوفى سنة منت ولدت عام 1979 بس ديتوليو كان شوية أكثر اعتدالا من لومبروزو صحيح هو بيؤمن أن التكوين والشكل الخارجي ممكن يؤدوا للجريمة لكن عند ديتوليو كان لازم يبقى ليهم عامل مساعد علشان الجريمة تظهر وتطفو إلى السطح والعمل المساعد ده هو العوامل البيئية والاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها هذا المجرم المحتمل ومن أهم المبادئ التي قال بها ديتوليو أن الجريمة تنشأ بسبب خلل في التكوين العضوي من الداخل يعني الشخص نفسه بيحمل جينات أنه هو يكون سوي أو مجرم ومع ذلك لا يظهر السلوك الإجرامي لدى هذا المجرم المحتمل إلا بوجود محفز خارجي متمثل في ضغوطات الحياة والظروف البيئية كان ديتوليو بيشوف أن الجريمة مرض حيب خلقي في الإنسان بيتولد به وبيجعله ضعيف أمام نفسه لا يستطيع مقاومة السلوك الإجرامي إن تعرض إلى أي محفز خارجي فالظروف الاجتماعية بتكشف عن عدم قابلية المجرم على التكيف مع المجتمع وقد يرجع ذلك إلى عوامل داخلية نفسية ممكن تتمثل في نعدام القيم أو عدم الندوج العطفي أو في عيوب جسمانية متمثلة في خلل في الهرمونات وإفرازات الغدد وقد قسم ديتوليو المجرمين وفقا للاستعداد الإجرامي إلى المجرمون العرضيون ودول اللي بيكون العامل الأغلب لدفعهم لارتكاب الجريمة مش جاي من جواهم من تكوينهم لكن من العوامل الاجتماعية التي ألمت بيهم ودول كمان قسمهم ديتوليو إلى المجرم العرضي الصرف والمجرم العرضي الشائع والمجرم العرضي العطفي عندنا كمان المجرمون ذوي الاستعداد الإجرامي الأصلي وده بيصب به الشخص بسبب خلل في جسده أو لأسباب عصبية نفسية وقد قسم ديتوليو والمجرمين دوي الاستعداد الإجرام الأصلي إلى مجرمين شائعين ومجرمين دوي لاتجاه التطور الناقص والسايكوبياتيون والمجانين والمجرمين المجانين بدورهم قسمهم ديتوليو إلى المجرم المجنون وده اللي الجرامه أدى إلى جنونه وللمجنون المجرم وده اللي جنونه هو اللي أدى به إلى الإجرام طيب يلا بنا بقى نقدر النظرية ونشوف إيه هي مميزتها وإيه عيوبها خلينا نبدأ بالمميزات أقر ديتوليو أن من مسببات الجريمة الخلل الحادث في الغدد والهرمونات التي يفرزها الجسم لم يركن ديتوليو إلى التكوين الجسدي فقط لتفسير السلوك الإجرامي ولكنه أضاف إلى ذلك الظروف الاجتماعية التي قد تلم بالفرد وتدفعه لارتكاب الجريمة توصل ديتوليو إلى معادلة أهمة وهي أن التكوين الجسماني ذات الظروف الاجتماعية والبيئية يساوي الجريمة أما السلبيات بقى فاخد عندك النظرية كلها ممكن تكون غير منضبطة لأنها أخدت عينات قليلة كمحلة للدراسة وده طبعا عيب من عيوب الإحصاء الجنائي تتسم تلك النظرية بسرعة الاستنتاج والتعميم في تفسير الظاهرة الإجرامية أيضا لو سلمنا بما انتهت إليه النظرية هنقول إن المجرم شخص مريض ومش هنعخبه هنتطر في كل مرة إن إحنا نعالكم وطبعا لومبروزو تروأ نقط وبما إن ديتوليو ابن نفس المدرسة فوجه إليه نفس النقط وأخيرا قالوا إنه بالرغم من ديتوليو أقام اعتبار للخلن النفسي لدى المجرم لكنه لم يعول على التكوين النفسي بالقدر الكافي أقولوا لي بقى العبارة دي صح ولا غلط لم يقم ديتوليو أي اعتبار للعوامل الاجتماعية لتفسير السلوك الإجرامي مستني إجابتكم في الكومونتاخ وهنا في فيديو عن المدارس في علم العقاب وهنا بلايليست عن علم العقاب لو فيها أي حاجة نقصة أقولوا لي سلام وأشوفكم على خير